اشتركوا في القناة اتفق معه يعني لا يوجد شيء مقدس بالنسبة للأمور بصر الدمقراطية العقدة الاجتماعية كل شيء قابل للنقل المهم فكرة الكتاب تقول انه لماذا لا تؤدي الدمقراطية الى الوحدة والرفاهية والحرية بل بأغلب الأحيان الدمقراطية تؤدي لعدم الاستقرار ودائما سيطرت حكومات استبدادية فلذلك يشير هؤلاء الكاتبين الى انه نقل الدمقراطية قد يبدو كفر كثير من الناس غير منطقي ضرب من الجنون في العالم الغربي لربما كثيرين من الناس سوف يكون عدهم رد فعله وهذا رد فعل طبيعي لانه حتى بعد انسقطت الشيوعية وانتهت سنة 1991 تم الاعتفال بالدمقراطية على اعتبارها البديل الصحيح وان كل العالم سوف يتجه للدمقراطية ولذلك تلهف المضطهدون في كل دول العالم حول مزيد من الحرية والدمقراطية فلذلك لا احد يجروا في الحديث ضدها هؤلاء الكاتبين اكدوا انه انتقادهم للدمقراطية لا يعني بالضرورة تأييدهم للدكتاتورية او انه البديل يجب ان يكون دكتاتورية لان هي واحدة من الاثنين اما ديمقراطية اما دكتاتورية فهم يقولون نقدنا للدمقراطية انه هناك مساوى او سلبيات موجودة بالدمقراطية هذا ما يعني نحن نطالب ببديل هو الدكتاتورية او انه نحرم الناس من ان يعيشون في ظل نظام سياسي ينعمون معه بالحرية لا الكاتبين تعرضوا الى مشاكل موجودة في هذا النظام الدمقراطية يريدون يحلوها ومشاكل يريدون يوضحوها لذلك يشرح هذين الكاتبين المشاكل الجذرية في النظام الدمقراطي البرلماني بالتحديد ويقولون بانه المبادئ اللي موجودة في هذا النظام المحرك لهذا النظام اللي يشيدون بصورة كبيرة لا تؤدي الى نتائج مطلوبة والفعل نظام البرلماني يعني احيانا كارثة عندما تتالف حزاب مع حزاب ممكن يحتاجون الى مقعدين يعني حزاب عندها فقط مقعدين يتحكم بالاغلبية باي لحظة ممكن ان يستحب من الاتلاف الحكومي واذا بالحكومة يعني تنتهي غريبة ولذلك هم يقولون الدليل على ذلك انه الازمات كثيرة تتصاعد في العالم الدمقراطي مشاكل ما يتم تفسيرها بالنظام الدمقراطي ويقولون انه هناك علب النظام الدمقراطي لا يقولون السبب هو سوق الحرة هو مثلا عدم وجود دمقراطية حقيقية او المصرفين الجشعين او حتى السياسيين الخوانة اللي يهتمون بمصلحتهم اكثر لا احد يقول انه هناك خلال في الدمقراطية وحتى ما انسى تذكرون قول وينستون شيرشل رئيس الوزراء البريطاني اللي يقول انه الدمقراطية هي اسوأ نظام للحكم ولكن لا يوجد نظام افضل منه وحتى نيتشح فلسوف كان يتجم عن الدمقراطية لذلك اوضحوا هؤلاء الكاتبين انه هذه النتيجة طبيعية فجميعنا وقعنا ضحية ولو في العالم الغربي النظام التعليمي الاعلام السياسيين الغربيين اللي رسخوا في ادمغة العالم الغربي مفهوم انه الدمقراطية شيء يجب ان نعتز به ونفتخر به وانه ليس هناك بديل عقلاني ابدا لا يوجد اي بديل عن الدمقراطية لذلك توصلوا مؤلفي الكتاب الى مفاهيم تختلف عن ما عما تلسخه في اذهان الناس الكتاب جميل وبسيط وسهل مامراء الدمقراطية ينقذ ينقذ لك كل المفاهيم الدمقراطية ويأكد على انها النظام الدمقراطي في اغلب الاحيان نقيض للحرية لماذا يقول يقولان انه من ملازمات الدمقراطية انها تميل الى مقدار اقل من الحرية وليس العكس كما يتم تصويره يقولون هذا مشكلة لا يمكن اصلاحها لان الدمقراطية نظام جمعي نظام جمعي يعني جمعي اصيل بالضبط حال حال اشتراكية الاشتراكية ايضا يتحدث عن الامة وعن المجموع فكذلك نظام الدمقراطي لذلك هذا الكتاب ما يلقي باللوم على السياسيين ما يلقي باللوم على السوق الحرة وغيرها بل يلقي باللوم على النظام الدمقراطي نفسه يقولون هناك خلل في هذا النظام لان السياسيين بطبيع التحال هم اناس تم انتخابهم لذلك هؤلاء السياسيين اللي تم انتخابهم من الطبيعي يعني يصرفون بأنانية بقصور فهم بكل الأحوال يعرفون هم مؤقتين سيبقون فترة معينة في هذا المنصب فلذلك يفعلون ما يشاءون يفرضون ضرائب زايدة يقترضون أموال بشكل زائد كما موجود في مجتمعاتنا البرلمانين دائما يعني رواتب لهم هدايا قطعها رضي يعني هذا اللي هم ليقول لك وانا باقي أربع سنين لربما ما حد ينتخبني وبالتالي الأجيال الأخرى هي التي سوف تدفع الثمن عندما تتراكم ديون على الحكومة بسبب جشعهم وبسبب تصرفاتهم يعني فبعدين هم يصرفون أموال الآخرين أموال الشعب أموال أجيال أخرى وهي مو أموال من خاصة يقولون طيب ما الذي تتوقع منه والأسياسين ولذلك يقولون أي إنسان أي إنسان ممكن أن يقول أنا أفضل منهم طيب إذا ترشح نفسك للبرلمان أو للكونغرس هل سوف يعني تكون بالفعل أفضل منهم يقولون الجواب أشك في ذلك بالفعل يعني كثير من الناس اللي تم انتخابهم وكذا وكانهم مضاحين وكذا بمجرد أن أصلوا إلى البرلمان وإذا بهم يتنكرون للقاعدة الجماهرية اللي انتخبتهم وتملصوا وإذا بهم يذهبون في تحالفات هم كانوا معادين إلها في هذا الكتاب فصل بعنوال الدمقراطية التاب والأخير انتقدوا مقولة هل مقولة تقول إذا كانت هناك أي أمراض توجد في النظام الدمقراطي الحل هو مزيد من الدمقراطية من أجل الشفاء منها لذلك يرفض كثيرون الاعتراف في أن النظام الدمقراطي البرلماني في أزمة أزمة عميقة بحيث يشتك السياسيون أن المصوطين كأنهم أطفال بعد أن ينتخبوهم ويوصلون للبرلمان يقولون يحتقرون حتى اللي يصوطوا لهم يقولون هؤلاء كالأطفال مدللين يريد ويريد 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 كذا والمواطنين يشتكون أن السياسيين أصماء ونعموا وأصموا لا يسمعون كلامنا ولا يشوفوننا ولا يسمعون أي شي أين كلامهم السابق أين معودهم فأصبحوا بالعكس السياسيين أصبحوا متلونين يغيرون انتواءاتهم من حزب إلى حزب يبحثون دائما عن أحزاب شعبوية بصورة متزايدة يعني مفرقعات يبحثون عن اللقطة كما يقول المصريين يعني كل هو هذا اللي همهم لذلك الأحزاب لا توجد أجابات لماذا؟ لأنها غير قادرة على تطوير بداء الحقيقية رأسا الأحزاب عالقين فيها يأكل حزبية صار ما ما يخرجون معدها عايشين في مثاليات هاي المثاليات تم سيطر عليها مجاميع المصلحة ولوبيات وغيرها ما يستطيع أن يتحكم بها بنفس الوقت تقوم الحكومات الدموقراطية بأعمال سيئة بتنفيذ أمور يعتبرونها الكثير أنه محافظة على النظام محافظة على القانون هي معادلة للحريات معادلة الدموقراطية وتعرفون الفساد اللي موجود عند السياسيين وفساد الشرطة فساد عدم موجود نظام عدالة بحيث ممكن أن الإنسان يثق بيها ممكن تلاحظ الجرائم الموجودة في العالم الغربي أو حتى أوروبا وأميركا وكندا يعني مهزلة مهزلة بحيث أنه عشرات الآلاف من الجرائم لا أحد يستطيع أن يحلها يحلو لك جريمتين ويسون عليها نفيد 200 ألف فيلم و20 ألف مسلسل والبقية هكذا تحس أنه يعني الكلام إلي تحس أنه بالعالم الغربي المجرم مدلل إلى حقوق بينما الضحية إلى حد كبير الضحية لا مسحوق وكذا وغيره في أمور كثيرة يعني يعني أمثلة كثيرة إذا لد أضربها يعني أسهب فيها لذلك رغم أنه إزمة الدموقراطية معترف بها بصورة واسعة لكن الانتقاد محرم هذا الكلام بالمجتمعات الغربية يقولان أنه لدرجة أن الدموقراطية أصبحت دين دين علماني حديث بحيث هم يطلقون على هذا الدين اسم الدين الأكبر في العالم فبدل الله وبدل الكنيسة تم استبدالهم بالدولة ككتاب مقدس للمجتمع بدل الانتقاد يعني الله والكنيسة تم استبدالهم بمن تم استبدالهم بالدولة الدولة بدل الأب الدولة بدل الله الحكومة بدل الكنيسة الانتخابات هي التقوس اللي تعوض عن الصلاة اللي بدل أن تصلي لله الآن أصبحت تصلي للدولة لكن بدل أن تصلي للدولة أنت تنتخب تذهب إلى حزب فلاني تنتخبه بدل أن تدعي لله سابقا أنه وفقك ويرزقك ويعطيك أمال وكذا الآن للحزب الصوت له من أجل أن توظيف سكن رزق صحة من تعليم فأصبح الدين الأكبر في العالم لذلك يرون هؤلاء الكاتبين أن العقول الشريرة جدا هي فقط التي تجرى على انتقاد الدمقراطية لا أحد يجرى على انتقاد الدمقراطية إلا الأصوليين والأرهابيين والشيوعيين ثم يستمران بالقول أنه ويأقدون على أن الدمقراطية البرمانية تملك عقبات أكبر بكثير من ميزاتها فهي غير عادلة والفعل لو تلاحظون مثلا إيطاليا وكثير من الدول اللي تنتهج نظام دمقراطي كهاري في هذا النظام الدمقراطي فالبرمان دائما النظام البرماني يأدي إلى بيروقراطية وجمود تقوض لك الحرية والاستقلال وتقوض لك حتى المشاريع يعني أذكر في بلدنا أنه مثلا في مجالس المحافظات كان الكتلتين وهي مناتي مشاريع معطلة لماذا؟ لأنه هذه الكتلة اللي تابعة للحكومة هي تريد أن تسوي مشروع خير الكتلة المعارضة لها ما تقبل الصوت لماذا؟ حتى لا يحتسب إنجاز للكتلة ألف فمن سوي خير حتى ما يحتسب إنجاز لها الكتلة وفيما بعد فازت هذه الكتلة أرادت أن تعمل خير يعني مستشيات مدارس كذا هذه اعترضت حتى لا يعتبر إنجاز إلى هذه هذا النظام البرماني ويأدي بالضرور إلى خصومه خمول صرف زايد لا أكثر بالأقل ودائما السياسين بالنظام البرماني يفشلون في تأذية وظافهم لأنه مو لأن الحزب الخطأ موجود بالسلطة لا وإنما هكذا هو النظام الديمقراطي هكذا هو النظام البرماني إذن الدمقراطية بالتعريف هي نظام جمعي مجموعة من الناس تأيد الحكومة وتنتقل حكومة حالة حالة نظام الاشتراكي يعني في تعريف خفي لذلك الحرية يأكدون على أمر جدا مهم الحرية ليست هي الدمقراطية وعرضوا أمثلة جدا كثيرة يفرقون بها بين الحرية وبين الدمقراطية بالفعل الدمقراطية هي عالية عالية السياسية للانتخاب وغيرها الحرية الحريات الشخصية الحرية السياسية حرية المجتمع المدني وغيرها لذلك دائما للناس البديل الوحيد اللي يستطيعون أن يتخيلوه بدون الدمقراطية هو الدكتاتورية مثل كما موجود في الصين أو الدول القومية أو حتى الحكومات الأصولية وغيرها كما موجود في طلبان أو موجود في روسيا أو غيرها وبالفعل هي أما دمقراطية يأما دكتاتورية وصولية قومية فاشية وغيرها لكن مع ذلك هم يأكدون على أمر مهم يأكدون أن الدمقراطية لا تعني الحرية الدمقراطية فقط بنفس المقدار شكل من أشكال الدكتاتورية ولكنها دكتاتورية الأغلبية والدولة وليس دكتاتورية فرد كما موجود في ستالين في الصين الآن ليست دكتاتورية حزب شيوعي أو شخص واحد لا دكتاتورية الأغلبية إذن هي ليست متضارات فلا مع العدالة ولا مع المساواة ولا مع الأحدة ولا مع السلام كما يأكدون هؤلاء الكاتبين ولذلك يطلقون إلى خرافات كثيرة في الدمقراطية يقولون كثير من الخرافات من ضمن الخرافات أنه كل صوت محسوب كل صوت محسوب من ضمنها أنه يحثون يعني الطبق الحاكم تحث الشعب على التصويت بصورة مستمرة وأنه يجب أنه صوتون وأنه هذا التزام أخلاقي بحيث يضمن حقوقك حتى صوتك ما يروح حتى كذا لكن كل اللي يهم الطبقة السياسية هو نسبة عالية من التصويت تعطيهم ختم ختم للموافقة من قبل الشعب ختم أخلاقي بأن يحكمون ولذلك يعني حتى عندما طعف في دولتنا دعم أن الحكومات بيأكملها تحث الناس على التصويت إعلانات وبالشوارع وبوسترات وكذا كلها تصرفون ملايين الدولارات من أجل حظنا على الانتخاب وليس هذا فقط بطاقة الناخب تأتيك بالمجان وكاملة بينما بطاقة الهوية الجنسية عندما ترح تطلع بطاقة الهوية الوطنية تشبع إهانات ومسبات واحتقار من موظفين وتذهب بعد أسبوع وتأتي بعد شهر وشهرين وثلاثة وتدفع عمال واحتمال يطوكيها أو ما يطوكيها أو هناك خلل أو كذا ويشمروكيها هي منور المكتب بينما بطاقة الناخب تأتيك بالمجان طيب فعلوا هاي نفس هاي لا بطاقة الناخب تفيدهم بطاقة السوق بطاقة الهوية الوطنية هاي ما تفيدهم هاي تفيد المواطن ولذلك ولذلك هناك كثير من الناس يرفضون أن يصدقون وهم التأثير اللي يتبع الدمقراطية كثيرين من الناس في العالم الغربي لا يزالون مغرمون بالدمقراطية فيصفوهم الكتاب بأن هؤلاء عندهم متلازمة ستوك هول يحبون اللي يهينهم اللي يعذبهم واللي يسخر منهم هاي أول خلاب ثاني خلافة بالدمقراطية القولة الذي يقول أن الشعب يحكم بالدمقراطية ويسألون هل فعلا الشعب يحكم بالدمقراطية يوضحون هؤلاء الكاتبين يقولون أول نقطة المشكلة هو أن الشعب غير موجود هناك فقط ملايين من الأفراد بنفس العدد والآراء والمصالح انتخبوا الحزب الفلاني أو كذا طيب كيف يستطيعون أن يحكمون هؤلاء الملايين هذا مستحين لذلك ليس الشعب بالدمقراطية ليس كل الشعب بل أغلبية الناس هم اللي يقررون طيب ماذا عن الأقلية يبدو أنهم مو من الشعب هؤلاء الأقلية إذن الدمقراطية عندنا نوعين مباشر وغير مباشر المباشر اللي هو يتم مثلا كل صوت يعني على حده يحتسب بالضبط حال حال الاستفتاء وغير مباشر اللي هو النظام البرلماني عندما هناس ينتخبون هناس آخرين بنيابة عنهم يعطوهم كل الحقوق لهم في القرارات المصيرية بنيابة عنهم يوضح هؤلاء الكاتبين أنه أرادة الناس ليست التي تحكم في الدمقراطية لا وأن كانت الأغلبية هي اللي انتخبت الحزب الفلاني أو الرئيس الفلاني أرادة الناس ليست التي تحكم في الدمقراطية بل أرادة السياسيين هناك مجاميع ضغط محترفة هناك جماعات مصالح هناك نشطاء هناك شركات النفط الكبرى شركات الأسلحة الكبرى شركات الزراعية الكبرى الأدوية الرعاية الصحية الكبرى مجامع صناعية والسيطريت هي بأكملها هي مجامع الضغط هي اللي تأثر ولذلك على سبيل المثال وهذا المثل اللي يعني إذا تحظون الجرائم الموجودة بأمريكا جرائم القتل رهيبة كل سنة أرقام كارثية ما يستطيع أي رئيس ترغم كل الوعود أنه يعني الأسلحة تنباع هكذا كما تبيع البيبسيكولا ليستطيع لماذا؟ لأن الشركات اللي تبيع أسلحة لها ضغط عليها وليس رأي الشعب زين لذلك نخبة صغيرة فقط فقط هي اللي تتخذ القرارات ودائما هذه القرارات خلف الكواليس وأغلبها على العكس ما يريد الشعب لذلك غالبا ما يقال أن الدموقراطية تعتبر طريقة جيدة لتحديد سلطة الحاكم لكن في الحقيقة لا الحكام يستطيعون أن يفعلون ما يريدون الحكام يستطيعون أن يفعلون ما يشاءون هناك خرافة أيضا تقول الأغلبية على حق فيشرحون يقولون كيف الأغلبية على حق يعني من الصعوب كيف تؤدي العملية الدموقراطية بالضرورة إلى نتائج جيدة أو صحيحة يعني فكون الكثير من الناس يؤمنون بشي هذا ما يجي صحيحة صحيح ملايين الألمان اعتقدوا بهتلر هذا شي صحيح ملايين الناس اعتقدوا بستالين واعتقدوا بالشيوع هذا شي صحيح كثير من الأمثلة على الأوهام الاجتماعية ناس بالملايين اتمنت الحرب أمنية وحطت الحرب بالأخير بدأوا يعني يعظون أصبع الندم أمثلة كثيرة يضربوها هذين الكاتبين فما يصبح الأمر عادل أو صحيح أخلاقيا فقط لأنه كثير من الناس يتأيدي وهو هذا عمود الفقري للنظام الديمقراطي إذن الناس يكونون في جانب دمقراطية لأنهم يأملون أو يتوقعون أن يكونون في جانب الأغلبية إذن بالديمقراطية الاعتبارات الأخلاقية تتغلب عليها أرادة الأغلبية ما يريد أغلب الناس يتغلب على الأمر الأخلاقي العدد يتغلب على الجودة الكمية أفضل من النوعية عدد الناس اللي يرغبون بشيء ما ينقض لأي اعتبارات أخلاقية وعقلانية وكذا المهم هو رأي الأغلبية في كثير من الأحيان لذلك هناك سياسي بريطاني عندك كلام جميل هذا عاش بالقل التاسع عشر يصف منطق الدمقراطية أنه الأغلبية وكذا يقول نفرض خمس أشخاص موجودين بغرفة ثلاثة منهم عدهم وجهة نظر واثنيا آخرين عدهم وجهة نظر مخالفة هل يمتلكون هؤلاء الثلاثة بأي حق أخلاقي أن يفرضون وجهة تنظرهم على الثلاثة ما هي القوة السحرية التي من خلال هؤلاء الأشخاص الثلاثة يكون لهم السطوة على الثلاثين الآخرين لذلك بمجرد أنه كانوا اثنين في اثنين مثلا أصبحوا ثلاثة في اثنين لأنه أتاهم شخص واحد أصبحوا ملاك وأصبحوا ويتحكمون في عقول وأتساد الآخرين عندما كانوا على سبيل المثال اثنين باثنين كل الشخص يبقى سيد نفسه سيد عقله سيد جسده لكن باللحظة التي يأتي شخص ويقف إلى جانب اثنين ويصبحون ثلاثة مقابل اثنين هذا الطرف سوف يصبح يملك أرواح وأتساد وفكر ومصير الثنين الآخرين يقولون هل هناك هذا الكاتب يقول هل هناك خراثة مهينة للذات البشرية أكثر من هذا الشكل هناك خرافة أيضا تقول الدموقراطية محايدة سياسيا يقولون على عكس ما يبدو عليه الأمر مع الدموقراطية بالواقع تتمنى الدموقراطية اتجاه سياسي معين فإذا أرادت الأغلبية أو بالأحرى حتى الحكومة فإنهم يستطيعون أن يقرروا الحكومة هي اللي تقرر لذلك يأكد هؤلاء الكاتبين في كتاب علانهم لا توجد حرية فردية مقدسة أبدا بالحال سوف يصبح الباب مفلوح لأي تدخل متزايد بشكل دائم نعم التطفل الحكومي المتزايد هو دائما بالضبط ما يحصل بالمجتمعات الدموقراطية باختصار الدموقراطية بالواقع ليست محايدة سياسيا أبدا هذا نظام جمعي غالبية من الناس صوتت وبطبيعته سوف يؤدي إلى تدخل حكومي أكثر وأكثر حتى في حرية الأفراد دافسهم نعم لهذه الدرجة إذن الدموقراطية هي أي درجة حسب ما يقولون ما تختلف عن الاشتراكية وغيرها فلا يوجد حرية مقدسة في الدموقراطية كل ناحية في حياة الفرد معرضة أن الحكومة بوقت من الأوقات السيطرة عليها بالنهاية الأقلية هي كليا تحت رحمة نزوة الأغربية يوجد دستور عقد اجتماعي حتى الدستور ممكن يتعدل من قبل الأغلبية الدستور يضمن حقوق كثير من الأقليات وغيرها لا لا ممكن أن يتم تعديله حسب رأي الأغلبية الحق الوحيد الأساسي اللي يمتلكون الناس بالدموقراطية هو أن أنك من حقك أن الصوت لحزب سياسي صوت واحد تسلمل هذا الحزب استقلالك وحريتك وفقط يعني سوف يصبح الأغلبية اللي تتحكم إذن مع الدموقراطية يجب أن تشتري البضاعة اللي يشتروها الأغلبية حتى لو لم تكن تعجبك هذه البضاعة وسؤال مهم يسئلون هل الدموقراطية تأدي للازدهار يعني كثيرا ما نقول لو كنا شعوب دموقراطية كنا أصبحنا مازدهريين أو كذا لكن السؤال هو هل الدموقراطية بالفعل تأدي للازدهار يقولون لا أبدا يقولون الدول الدموقراطية الدول الغربية العفو الدول الغربية هي دول مزدهرة ليشت في سبب الدموقراطية أبدا بل مزدهرة بالرغم من الدموقراطية مزدهرة بمعزل عن الدموقراطية إلى من يعود يزدهرها يعود يزدهرها إلى تقليد الليبرالية حرية السوق حرية الفرد هذه الحرية هي اللي جلبت هذه البلدان إذن كنتيجة لذلك لا تملك الدولة لحد اليوم بالدولة الديمقراطية ما تملك سيطرة على اقتصادها يعني بمعناه الدولة لو تملك سيطرة على اقتصادها لا يصبحون حال ومحال بقية الدول التعبانة لكن بما أنه الليبرالية مستقلة ولو الليبرالية الاقتصادية مستقلة اقتصاد السوق سوق حر هذا هو اللي يرفع من شأن هذه دولة أصبحت نتطورها مع ذلك هذا التقليد يتم اضعافها يوم بعد يوم بحيث الدولة تحاول قدرهم كان أن نسيطر بالدولة الديمقراطية تحاول أن نسيطر على الاقتصاد لذلك يتم انتخاب السياسيين اللي كانوا يتلعبون بهذا النظام هؤلاء سياسيين اللي يديرون أملاك العامة هم ما يمنكون هاي الملاك العامة ولذلك هم لا يستبيح حاجة لأن يكونون الاقتصاديين هم سياسيين تخبوهم الشعب على العكس السياسي كل همه أنه يحصل على مديح مديح من الناس يمدحوه القاعدة الانتخابته كل اللي همهم ليس مصلحة البلد طويلة الأمد اللي همهم هو أن يرضي المصوتين المصوتين الآن يرضون عنه واشتفقوله يعني عندي صديق للأسف نسيت اسمه ونسيت الدولة المقيم بها مقيم في أحد الدول الأوروبية يعني يتحدث لي يقول لي يضرب لي مثلا عن الدمقراطية في هاي الدولة الأوروبية المحترمة يقول هاي الدولة كان يوجد بها مفاعل نووي سلمي يزود البلد بأكمله بالطاقة الكهربائية وعايشين برخاء اليسار اليسار دائما عنده أمور ثورية اليسار دائما يليد لك متعاطف مع المهاجرين متعاطف مع المثليين يتعاطف مع البيئة أو كذا يعني عندهم هاي الخبالات اليسار دائما يطالب بألغاء هذا المفاعل النووي ياب هذا المفاعل النووي سلمي ليس مفاعل يعني مثلا مفاعلة نووية تستخدم لأغراض حربية وبعدين بلدنا ما يوجد بيزلازل فليما هذا الخوف لا يجب أن تلغوه لأنه البيئة وضرارها وما عرف إيش منها شارك طيب ما هو البديل مهاذم زودنا بالطاقة البديل اشتروا غاز من روسيا صعدوا انتخبوهم العامة عامة الناس صعدوا لاحظ مثالب الديمقراطية عندما صعدوا أول شيء سووا اغلقوا هذا المفاعل النووي وبدأوا يشترون من الغاز من روسيا بوتين عرص على على أكرانيا وزيدك سعر الغاز وأصبح المواطن في كل دول الأوروبة تحت رحمة بوتين والغاز الروسي وبدأ يزود الأسعار وكذا فاتخيل يعني حسب ما يرويلي صاحبي يقول لي تخيل رئيس الدولة قال نحن أغبى بلد بالعالم أغلقنا مفاعلنا النووي من أجل أن نستورد غاز روسي هذا هو رأي الأغلبية وهذه أرضاء أصوات الناخبين وغيرها هذا مثل واحد من أنثرة كثيرة حتى يذكروها بالكتاب عن المساوأ اللي موجودة بالدموقراطية لذلك هؤلاء السياسين كل اللي يهمهم الحصول على أكبر مقدار من خزاء العامة لأنهم بعد رحيلة فهو مضع من ينتخب أولا ما راح يحصل هكذا فرصة ذهبية ثانية وبالتالي عجز الميسانية والديون وكذا لكن أجياء الأخرى سوف أستددها هناك رافة أيضا تقول أن الدموقراطية ضرورية لتوزيع عادل الثروة والديموقراطية ضرورية لمساعدة الفقراء هل هناك تشاوأ أو ربط بين الدموقراطية والمساوأ وغيرها قدموا أمثلة كثيرة عن الدموقراطية بالأرقام تثبت خرافة أن الدموقراطية سبب لتوزيع عادل للثروة ضربونك مثل لطيف بهولندا هولندا تعتبر دولة رفاها دموقراطية تقليدية توجد غرفة اسمها التخطيط الثقافي والاجتماعي يعني هي وكالة حكومية وصلت إلى استنتاج قدم التقرير أنه المجاميع البشر الهولنديين أصحاب دخل المتوسط سنة 2007 يحصلون على مساعدات حكومية أقل من مجاميع الدخل العالي إذن أين المساواة أنتوا كمساعدات حكومية يجب أن تكون لأصحاب الدخل المتوسط وتحت المتوسط لا اكتشفوا أنه دائما الطبقة المرتفعة الدخل المرتفع هم يحصلون على أكثر فوجدوا أنه ما تولد صراعات لماذا؟ لأنه الشعب ما ممكن أن يكون على رأي واحد قضايا مختلفة أغلبها شخصية واجتماعية يتم تحويلها إلى قرارات قرارات وحادية قرارات جماعية يعني موجودة بالديمقراطية وبالتالي سوف يتم إجبار الناس على الالتزام بقرارات دمقراطية هما ممكن هم راقبين بها بالتالي سوف تأدي الدمقراطية إلى علاقات عدائية بين الناس بدلا عد تكون وفاقية بمعنى أن حتى القادمين الجدد السياسين الجدد الذين يحتفى بهم بالبداية أنه نحن انتخبناكم من أجل أنه يعني يطلبون مطالبنا وكذا منقذين بالبداية دائما يخيبون أمال الناس بالنهاية لذلك لا يوجد سياس يستطيع أن يحقق المستحيل مهما قال أنا سوف أفعل وأفعل من أنت سوف تفعل أمام أغلبية هي للصوت رغم كل العدل اللي قطعوها لذلك يقول كاتب أمريكي كاتب أمريكي آخر يقول أنه الرغبة بإنقاذ البشرية هي تقريبا في كل الحالات خداع الناس من أجل الوصول إلى الحكم يقول هذا الكاتب الأمريكي كلمة نحن هي أكثر كلمة مجنية عليها في الديمقراطية لماذا يقول مؤيدو خطوة ما اللي يرغبون بشيء ما أي أن كان دائما يقولون نحن نريد كذا نحن يجب أن نقوم بكذا نحن نريد أن نحارب كذا نحن نريد شيء ما نحن نملك الحق في كذا كما لو أنهم الجميع بأكمل يريد هذا الشيء هم يقولون نحن بنيابة عن كل الجميع بالحقيقة يقول هم اللي يعنوا أنهم يريدون ذلك فقط لكن ما يريدون أن يتحملوا المسؤوليته أضرب مثل على ذلك نحن يجب أن نحارب لكنه تعالوا حاربوا نفسكم اللي تقولون تعالوا نريد أن نحارب يحاربون لا يقول المسؤولي على آخرين يعني كما مثلا الموجودين المصريين أن الدولة يجب أن نتحارب نحن يجب أن نحارب ندخل بحرب مع إسرائيل هو ما راح يحارب نفسه هذا الممثل الفلاني أو الشباب اللي طالعين هم ما راح يحاربون وناس آخرين يحاربون فأنت من السمحة تتكلم على سبيل المثال فيضرب هو مثال على الناس يقولون مثلا نحن يجب أن نساعد العالم الثالث نحن يجب أن نحارب أفغانستان لكنهم ما يقولون أبد أنا ذاهب لمساعدة العالم الثالث أنا ذاهب لكي أقاتل طالبان وغيرها أو هذا المصر يقول أنا ذاهب مثلا حارب إسرائيل وكذا نحن ومن نحن نحن الآخرين هو راح يرجع لبيته ينام تحت السبلت تحت المكيف يقول لهذا الديمقراطية تقدم طريقة مناسبة لإلقاء المسؤولية الآخرين 99% من يقولون نحن ما يتحملوا القرار لا الآخرين هما نحن يجب أن كذا نحن وكذا هم يقول بالحقيقة هؤلاء اللي يستخدمون النظام الدمقراطي من أجل الوحدة يقومون بذلك لماذا لأنه لا يجب عليهم أن يفعلون هذا الشي بنفسهم فهم يتحدثون باسم المجموع وهما في معزل عنه وبالحقيقة ما يوجد جبار الناس بقيت الناس على أن يقومون بنفس الشي اللي أنت تريده وهذه مشكلة الدمقراطية طبعا بعد يوجد كثير يعني أعتقد حلقة ثانية من أجل أن أكمل كل هذا الكتاب فالربما يعني نحتاج إلى حلقة ثانية شكرا لكم